موسيقى 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 من الشعب المصري وده اللي بيحصل دلوقتي لما انت تجيب متهم او وجل في ضوط القهوبة مهندس فني ويجي يتلف مولد قهوبائي هل ده تسميه مصري؟ هل ده عنده نية ان هو ده القانون الجنائي يا جماعة فيه ودع عام ووضع خاص الودع العام لما ادي عقوبة مشددة هخاف اعمل التهمة اللي بيقول عليها الودع الخاص لما اديه العقوبة مشددة وعدين استنى انا مهندس مسك في القهوبة بدل ما حكمه ابتدي انقله وظيفة ادوية؟ لا ده ندي له عقوبة مشددة ده ما عندهوش نية ان هو يخاف من العقوبة عشان كده احنا الفتوة اللي جاية لازم اصدار قوانين محددة ومعلومة تبقى لقانون العقوبات وجهات الجنائية انها نعمل ضوجة واحدة والنقض يفصل في فصل نهاي ليه؟ ما جيش انا زي دولة اجنبية تقولك حقوق انسان